حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتأمل اليوم معكم هذه الدراسة العلمية حقيقة والله أمرنا أن نتأمل خلق الكون خلق الإنسان نتأمل هذه الحقائق العلمية لندرك أن القرآن هو كلام الله وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون نشأ بالمصادفة وبخاصة الإنسان الحقيقة دراسة منشورة على موقع ساينس ديلي بتاريخ 7 نوفمبر 2019 تظهر أن خلايا قلب الإنسان تتغير بشكل كبير أثناء رحلات الفضاء وتتأقلم مع الوضع الجديد الذي يسمى الجاذبية صفر أو في غياب الجاذبية الأرضية عندما يخرج الإنسان خارج الأرض فالقلب يستطيع أن يؤقلم نفسه ولذلك نحن نعلم من علم الروبوتات أيها الأحبة أنك عندما تصنع مثلا جهاز كمبيوتر أو تابلت أو آيباد أو كذا هذا يتأقلم مع درجات الحرارة العالية مثلا التأقلم هذا لم يأتي من الفراغ هو صفة موجودة فيه أو مثلا لدينا موبايل ضد الماء ليس هو نشأ هكذا ضد الماء يعني أيها الأحبة فيه خصائص موجودة تجعله يتأقلم مع الماء ينزل في الماء وتخرجه لا يتأثر الإنسان عندما خلقه الله وضع فيه ميزة أنه يتأقلم مع الحياة خارج الأرض أنا أريد أن أصل معكم إلى أن الجنة التي عاش فيها أبونا آدم كانت في السماء وليست على الأرض كانت في كوكب ما في مجرى ما الله أعلم ولكن لم تكن على الأرض أيها الأحبة مكان طاهر ومناسب لسجود الملائكة لهذا المخلوق الذي كرمه الله كثيرا لدرجة أنه نفخ فيه من روحه وخلقه بيده وأسجد له ملائكته الله لم يأمر مخلوقا أن يسجد لمخلوق إلا مرة واحدة عندما أمر الملائكة وهم النخبة أن يسجدوا لك أيها الإنسان سجود تكريم طبعا طيب ماذا يدل ذلك يدل على أن الله عز وجل يريد لك الخير لا يريد أن يعذبك يريد أن تكون في أعلى درجات النعيم ولكن إذا كنت أنت تجحد وتنكر وتجرم وتفعل الموبقات كيف يهديك الله سبحانه وتعالى الدراسة هذه أيها الأحبة أظهرت أن خلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية تظهر قدرة ملحوظة على التكيف مع بيئتها أثناء وبعد رحلات الفضاء حيث قام الباحثون يعني دراسة معقدة على متن محطة الفضاء الدولية وجدوا أن هناك تغير يعني في الخلايا وتغير في الجينات الموجودة في داخل هذه الخلايا يساعد هذه الخلايا على التأقلم ميزة التأقلم التي هي موجودة في الإنسان مع الحياة خارج الأرض تدل على أن أصل هذا الإنسان وهو سيدنا آدم كان ذات يوم خارج الأرض أنا أستطيع أن أفهم الدراسة هكذا أيها الأحبة طبعا هنا أيها الأحبة وجدوا شيء غريب أنه بعد عشرة أيام فقط من عودة الإنسان إلى الأرض تعود هذه الخلايا لطبيعتها الأولى وتتأقلم مع الحياة على الأرض لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال منها خلقناكم لم يقل فيها خلقناكم انتبهوا أيها الأحبة قال فيها تحيون قال منها خلقناكم ليقول لك أي أن أصلك أيها الإنسان هو الترب أصلك هذا الذي تدوس عليه لا قيمة له يذكرك بأصلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى الأرض تعود ومنها نخرجكم تارة أخرى سيدنا آدم خلق من طين الأرض ولكن خلق خارج الأرض وكان طاهرا مطهرا لا يمكن أن يكون له أب وأم وقبيلة لأن هذه المخلوقات كما يقولون قبل آدم لو كان هناك مخلوقات لا تميز الطهارة والنجاسة يعني مثلا القرود هل رأيتم قردا يتطهر مثلا من الجنابة أو يتطهر أو يتوضع ويصل لا فالملائكة الأطهار لا يمكن أن يسمح الله تعالى لملائكة أن يسجدوا إلا لمخلوق طاهر والإنسان كان طاهرا مطهرا عندما خلقه الله أول مرة عندما خلق سيدنا آدم كان نقيا طاهرا ليس لديه خطيئة وليس لديه ذم وكان لباسه على جسده خلقه بطريقة فريدة ووضعه في جنة في السماء في كوكب ما الكوكب طاهر لا يوجد حرارة شمس لا يوجد عطش وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى المهم عندما أخطأ وعصى ربه ويعني استجاب لدعوة الشيطان وسوس له الشيطان نزل إلى الأرض قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إذن أيها الأحبة مثل هذه الدراسات نحن نستطيع أن نعلم أن الإنسان فيه قدرات هائلة على التأقلم حتى في الحياة في خارج الأرض وإلا لمات الإنسان وهنا تحضرني آية أخرى عندما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه تريدون رحلات فضاء الله أعطاكم تريدون صواريخ تخرجون بها خارج الأرض الله أعطاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر